بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الجزء ده ان شاء الله هناخد حاجة اسمها Taylor and McLaren series نشوف ايه الرول تاع Taylor ورول تاع McLaren وناخد بعض الexamples عليهم ان شاء الله الobjective في Taylor و McLaren ان هو how to represent the function in our series ازاي نقدر نrepresent اي function ساين او كو ساين او شاين او كو شاين او tan او lin او اي function نكتب function تاني اكويفلنت لها بس تكون power series مقصود بالpower series انها infinite polynomial الpowers بتاعتها ماشية لغاية infinity وناخد بالنا ان حاجات Taylor ورول تاعتها سمحت بان احنا نجيب sine و cosine و shine على الcalculator او ازاي اللي في ايدينا بالوقت وزاي ما قلنا الobjective في McLaren او Taylor انك how to represent the function in power series يعني ازاي تكتب اي function as a power series هو ده شكل power series ان هي شكلها polynomials على ال x و يمشي لغاية infinity فازاي نجيب infinite polynomial او power series مثلا اي فالاقوالي مدرسة مثلا которая اي� 3 plus x power 5 or factorial 5 and so on. فاحنا ندرس بالتفصيل زي الفنكشن اللي عندي دي نجيب الاكويفلنت power series جيبه. هو ده اللي اسمه مكلورين series. علشان نجيب مكلورين series فيه مهمة قوي ان الفنكشن بتاعتي اللي انت عايز تجيب لها مكلورين series لازم يكون عندها derivatives في ال all orders عند الاكس بزير. يعني نعرف نجيب الفيرس derivative والsecond derivative والثيرد and so on عند الاكس ايكول زيرو. لو عند الاكس ايكول زيرو مش موجود يبقى ما نعرفش نجيب مكلورين سيريز. يعني مسلا ال one over x دي not differentiable عندي زيرو ملهاش مكلورين سيريز. اللين اكس دي اصلا عندي زيرو فملهاش مكلورين سيريز. طيب الرول بتاع مكلورين سيريز بيقولي لو انت عندك اي فانشن وعايز تجيب الاكويفلين بارشيز بتاعتها. فبتطلع اف او زيرو بلس اكس في اف داش او زيرو بلس اكس سكوارد في اف دابل داش او زيرو over فاكتوريال تو بلس اكس كيوب في اف تريبل داش او زيرو على فاكتوريال ثري and so on. فواضح ان الرول مرتبط بالدريباتيوز عند الزيرو. يعني الفانشن واتس دريباتيوز كل الدريباتيوز عند الزيرو. اخد بالنا ده الكونسن وده الكوفيشنط او اكس وده اف دابل داش على فاكتوريال تو هو الكوفيشنط او اكس سكوارد وده اف تريبل داش او زيرو على فاكتوريال ثري هو الكوفيشنط اكس كيوب and so on. البروف ان شاء الله بتاع رول ده جمنين. هنقوله في الاخر ودلوقتي نشوف مسائل على مكلورن سيريز. نشوف اول اكزامبل ازاي نحسب مكلورن سيريز. قولك فاين مكلورن سيريز للفونشن اف او اكس ايكوال اي بار اكس. احنا قولنا مكلورن سيريز هو لازم الفونشن تكون الاند الفينشبل عند الزيرو لكل الوردرس بتاعة الاصحات الاندراب توب فأنا اجوب الاول اف او اكس ايه واحسب اф او زيرو كان اي بار او زيرو بعون واجب الفرس دراب اي بار اكس دراباتف بتاع اي بار اكس وسيكون فيه بالزيرو اف داش او زيرو بتوبان. سيكون باول second درابةب اي. ويباقى الساكن دراباتف عند الزيرو ب息 يبقىигрوف ان dissolve ray check on and efecto and then another fruit onЕ好 pureeigger هكذا لباور اكس وعند الزيرو الفاليو بتاعتها وان. طيب الرول بتاع مكلبن اهو. اي فونكشن هي الكنسنت هيكون اف او زيرو اللي هو الرقم ده. بلاس اكس في اف داشة وزيرو اللي هو ده. بلاس اكس سكورد في اف دابل داشة على فكتوريال تون. نبتدين سبستيوت باف او زيرو اف داشة بالوحيد. نعمل بقى سبستيوشن بالفونكشن والدريفت بتاعتها كلها عند الزيرو للفاليوز دي باحايد. فلما نيجي نسبستيوشن بالمنظر ده نسيمتليفاي هتطلع اي بار اكس اكوال وان بس اكس بس اكس سكورد على فكتوريال تو اكس كيوب ده على فكتوريال ثري. ففكرة احنا نقدر نكمل من غير ما نكمل الدريفت او على حاجة يعني اللي جاي اكس بار فور او فكتوريال فور اكس بار فايف او فكتوريال فايف. لو حرب حد يكتبها على شكل كلوست فور من قد نكتبها سيجما اكس بار ان على فكتوريال ان والان دي من زيرو لانفانيتي. فده شكل اي طبعا كل البقاء الفونكشنز اي وصاين وكوساين وشاين وكوشاين نقدر نجيبهم بنفس الفكرة نجيب لهم الماكلورين سيريز بنفس الطريقة. وبكده نقدر نحب جايدلاينز او ستيبس علشان نجيب ماكلورين سيريز. قلنا الماكلورين سيريز هو dependent على ال derivative بتاع الفونكشن عند ال x equal zero. احنا اول ستابع نعملها ندفرانشيات الفونكشن تعطي several times. هنجيب اف داشة اف طابل داشة اف تريبل داشة. لحد ما نلاقي فيه ريبيتيشن في derivative واضح كده. وبعد كده نجيب بقى ال value of the function وكل ال derivative بتاعتها عند ال zero. وبعد ما نجيب ال function وكل ال derivative عند ال x equal zero. نحسب المكلارينك افشيشن. اقصد المكلارينك افشيشن اللي هي الحاجات اللي اتبقى قدام ال x وال x squared. يعني دي المكلارينك افشيشن اللي هي قدام ال x و قدام x squared و قدام ال x cubed وهكذا. دول المكلارينك افشيشن اللي هو F derivative من order n عند ال zero على فكتوريال n. نشوف اجزامبل نشوف الكمان على مكلارينك هذه powerful مكلارينكيوا توسيشن اللي قدام ال طيب. اول حاجة نعملها نجيب ال value of the function عند ال x في zero وعند ال cos x وقعد ال x في 0 و افع 0 equal 1. بعد ذلك هي الفرس derivative. الدراباتيه negative sign وعند الزيرو negative sign zero وتطلع بzero طب الزياند دستن quiине يتعالge negative sine وகравة negative cosine نأخذ zero هنا فيطلع negative 1 ثلث سعدي بعدين third derivative هيطلع sine بعدين fourth derivative هيديه cosine وااخد بالك انها رجعت بعد اربع مرات الباطلن بقى واضح عندي 1 0 negative 1 0, 1 وان زيرو نيجاتيف وان زيرو. دلوقتي بقى عندي pattern واضح فحصى فانا مش محتاج ان انا كامل الدريفتل بعد الرابع. لان انا عرفت الكونشنز هتبقى اللي هو الكونشنز والدريفتل بتاعها ماشية وان زيرو نيجاتيف وان زيرو. نسبستيوت في الرول بتاع مكلران اللي هو f of x, f of zero, f dash of zero وهكذا. طبعا انا حسبت d1 و d0, d negative 1 و d0 وهكذا. هنقدر بعد كده نسبسيوت d1 وبعدين ال f dash db0, f double dash by negative 1 و db0. وبعدين force 1 0 negative 1 0 وهكذا. ملاحظ ان ال odd powers اللي هو عند ال x وعند ال x cubed ده مهم zero سنبقش موجودين وال even power بس هي اللي موجودة وده منطقي لان اصلا الكوسين هي even function فالمخروض represent even function برضو بeven function. ماشية كده 1 minus x squared over factorial 2 plus x power 4 over factorial 4 minus x power 6 over factorial 6. انا اقدر اكمل من غير ما جيب derivative اكتر من كده. يعني الماشية 1 plus minus plus minus post of negative post of negative db سموه alternating series. فاكيد الترم اللي جاي post of وهي بx power 8 over factorial 8. واللي بعدين ناجاتي بx power 10 over factorial 10. انسوا عن فدي اسمها alternating series. ممكن نعمل tracks على functions التانية دي زي sine و shine و cosine 1 على 1 minus x ولن. هتلاقي الـ sine دي شابقى الـ example اللي فات بالزبط بتاع الكوسين. هتلاقي derivative of the sine هيبقى cosine وبعدين minus sine وبعدين minus cosine وبعدين يرجع sine مرة ثانية في الربعة. وهتلاقي الارقام اللي طلعت zero one zero negative one. وفي repetition والpattern واضح هتقدر تتصوف ده. لو هتلاقي الـ shine والكوشين دول اسحل بكتير من الصين والكوسين لان الـ shine derivative بتاعها الكوشين والكوشين شاين. فهتبقى الـ shine شابه لـ sine بس مش alternating مش مش post of negative post of negative post of negative بس. ونفس الحكاية الكوشين هتلاقي شابه لكوسين بس مش alternating كلها بس. طيب نشوف ازاي نجيب مكلورينت سيريز لـ function complicated شوية مش مكتوبة في الـ simplest for. زي الـ cosine x squared. ازاي نجيب لها مكلورينت سيريز. ناخد بالنا لو احنا ممشينا بالـ steps اللي فاتت علشان اجيب اللي دي مكلورينت فانا هجيب اللي اول derivative. فالـ derivative بتاعي طلع ناجت في sine اجس كود. فيه derivative اللي جوه هيبقى 2x. وبعد كده هلاقي الـ product rule و الـ product rule كل شوية في كل مرة الـ derivative بيجبر والـ termat بتبقى double. علشان كده طريقة الـ derivative دي عشان الـ derivative بتاعي صعب مش مش هاخد بالي من الباترن بتاعه شكله ايه. ومش اعرف predict كل coefficients بشكل هاي. فعلشان كده بعملها بطريقة. علشان كده بعملها بطريقة اه اكثر شوية. انا هعملها باستخدام المكلورين بتاعه الحاجات المشهورة. اه cos x لها تقدر تبروف الرول ده ما تحفظوش ولا حاجات تقدر تبروف الرول ان cos x هي 1-x square over factorial 2 plus x power 4 over factorial 4 and so on. طب لانا قلت لك حسب لي cos pi over 6. يبقى انت هتشيل كل x بpi over 6. يبقى الـ value اللي هنا. الـ approximate value لcos pi over 6 هتطلع منهن. طب لقلت لك حسب لي cos 1 هتشيل x وحط بدلها 1. طب لقلت لك حسب لي cos x square هنا. يبقى هتreplace each x by x square. لما تreplace كل x by x square دي هتبقى x power 4. وx power 4 دي هتبقى x power 8. وx power 6 دي هتبقى x power 12 and so on. ناخد بالنا لو انت من الـ first principles كنت عايز تجيب مكلورن لكوزين x square. علشان توصل للترم اللي فيه x power 12 فانت كنت محتاج 12 derivatives. وطبعا عشان اجيب 12 derivatives. وعندي الـ function cos x squared ففيه product rule فانت كم عدد الترمات اللي هتبقى موجودة عدد ضخمة جدا هتبقى صعبة. طبعا واقدر اتproduct اللي جاي. اللي جاي plus. وبعدين الفرق بيده مربعي بx power 16. على فكتوريال 8. بدل فكتوريال 6 and so on. يبقى انت لو عايز تجيب مكلورن series لـ function complicated كده زي cochine x squared او cochine root x او cochine x cube او حاجات من دي فانت الـ steps اللي بتعملها انك تجيب اول حاجة مكلورن استنتج المكلورن لأقرب واحدة من اللي انت بتعرف تحسجهم. يعني e power x squared. هات مكلورن لـ e power x. وبتدي اعمل properties. انك تreplace و ملتبلاي و تدفع لشان تجيب اللي انت عايزه. يعني x squared في e power x squared هات الاول مكلورن لـ e power x. استنتجها. ودي عملناها قبل كده فيطلع مكلورن لـ e power x هو 1 plus x plus x squared على فكتوريال 2 and so on. بعدين علشان اجيب e power x squared من e power x. هربلايس هشيل الـ x اللي هنا دي وحط بدلها x squared. replace each x by x squared. فانا جبت كده مكلورن لـ e power x squared. بس انا عايزها تكون multiplied by x squared. فانا multiply both sides by x squared. بعد ما تملتبلاي فهيطلع x power 2, x power 4, x power 6 وفكتوريال 2 and so on. يبقى نقدر نقول لو انت عايز مكلورن سيريز لأي function complex شوية فانت هتبتدي بأقرب function لها. بنعرف نحسب لها مكلورن. واللي بنعرف نحسب له مكلورن هو sin cos, shine cos, e exponential, ويلان 1- x وكمان 1- x. تقدر انت تعمل مع نفسك على الحاجات دي x cochine root x. هتبدأ الاول بكوشاين x. وبعد ما تعمل كوشاين x ويجيب لها المكلورن. replace x بroot x. فتجيب كوشاين root x في الاستاب التانية. وبعد كده الاستاب الثالثة ملتبلاي بواي x. ودي نفس الحكاية هتبدأ تحسب shine x وتستنتجه هتشوفها بكام. بعد كده replace x بx². فتجيب shine x². وبعدين الاستاب الثالثة ملتبلاي بواي execute. دي هتلاقي انت بتعرف تستنتج لي لان 1- x. هتريبلاي افتلأول تستنتج لان 1- x. وتجيب المكلورن بتاعته. بعد كده تريبلاي x بx². فيطلع الحل على طول. بكده قلنا رول بتاع مكلورن واللي هو how to represent the function by power series. وكان الفيز على الpower series كان x. كان هو x² أو x³ أو x³ أو x³ and so on. تيلور series هو مور جنارل للمكلورن. مكلورن كان الفيز بتاع الفيز على السيريز بتاعتي كان x. لكن هنا بقى تيلور قالك لو أنت عايز اذا اي بيث انت عايز تجيب باور سيريز البيث بتاعها كام X ولا X-1 ولا X-3 ولا X-2 زي ما انت عايز فتيلور عمل جنرال كيس اقل لك لو انت عايز تجيب البيث بتاعك X-C خلاص فتيلور سيريز بتاعتك هو فرسترم هيبقى F بدل من نجيب الفونكشن عند الزيرو فنجيب الفونكشن عند الزيرو وبعدين نجيب F dash of c وبعدين نجيب F dash of c على factorial 2 and so on ونقدر نقول ان جنرال اللي هو الدريفتل من order n عند C على factorial n في X-C فالفرق بنتيلورو مكلارين اللي هو البيث اللي عندي بتاع البارسي البيث اسمه X ولا X- رقم او X- لو انت عايز عند X-3 يبقى جيب كل الدريفتل عند 3 طبعا مكلارين هي سبيشال كيس من تيلور لو سيب زيرو يبقى تيلور هيبقى هو مكلارين والبروف برضو هنقوله في الآخر مع البروف بتاع مكلارين يعني بكده تيلور زي مكلارين بالزبط بس مكلارين كنا بنجيب كل الفونكشن وكل الدريباتيبز عند الزيرو هنا هنجيب الفونكشن وكل الدريباتيبز عند النقطة نشوف مثل على تيلور تلك find the taylor series of the function sine x بس at x equal pi or 2 يعني انا عايز اجيب الpower series للsine بس يكون الباز بتاعي x minus pi or 2 يعني لقيها x minus pi or 2 x minus pi or 2 power 2 x minus pi or 2 all cubed and so on فتيلور فده تيلور نحن هنجيب الفونكشن وكل الدريباتيبز تاعتها عند pi or 2 فنقول sine x وبعدين sine pi or 2 power 1 وبعدين نجيب الدريباتيبز كوسين x وبعدين cosine pi or 2 power 0 وبعدين تجيب الفونكشن والثيرد والفورث لحد ما يحصل ريبتيشن برضو زي قبل كده وخد بالك تلعت 1 0 negative 1 0 تلع فيه ريبتيشن زي قبل كده نعوض في الرول بتاع تيلور نشيل d1 بعدين 0 negative 1 0 نشيل c طبعا هي pi over 2 طبعا اللي قدامه 0 ده هنعمل له cancellation في assign x equal 1 minus x minus pi over 2 squared على factorial 2 وx minus pi over 2 power 4 على factorial 4 and so on ممكن تعمل ممكن تجيبِ اللي خصوص 30 لدي تلك التي تلعت لفونشن لفونكان y power x وroz Jest وتعين ذلك لهذا الم Kanye فتى تضيف الال В demander أي اLED بعدين تجيع الوماICIA كل الدريباتيبز اللي هي و كده احنا خلص مع examples على Taylor from McLaren series و فضل لنا بس الفروف بتاع Taylor from McLaren series